علاجات منزلية للتغلب على آلام الثدي خلال الدورة الشهرية هل تعانين من آلام في الثدي؟ إذا كان الأمر كذلك فأنت لست وحدك تعاني العديد من النساء من هذا النوع من الانزعاج وقد يكون من الصعب العثور على علاج فعال لحسن الحظ هناك مجموعة متنوعة من العلاجات المتاحة التي يمكن أن تساعد في تقليل شدة الانزعاج وتحسين نوعية حياتك في هذا الفيديو سنناقش أكثر العلاجات فعالية لألم الثدي 1- زيت الخروع 2- زيت الخروع لعلاج منزلي شهير لألم الثدي أثناء الدورة الشهرية 3- يحتوي على حمض لريسينوليك الذي له قدرة مسكنة ومواد مضادة للالتهادات 4- لعلاج آلام الثدي الدورية يجب خلط ملعقة كبيرة من زيت الخروع مع ملعقتين كبيرتين من أي زيت أخفة مثل زيت الزيتون يجب بعد ذلك وضع الخليط على الثدي وتدليكه برفق هذا يساعد في تخفيف الألم والأعراض الأخرى المرتبطة بالدورة الشهرية 2- استخدام الكندات الدافئة والباردة يمكن للنساء استخدام الكندات الدافئة والباردة لتقليل آلام الثدي أثناء الدورة الشهرية يمكن أن يساعد وضع قطعة قماش مبللة بالماء البارد أو الدافئ على الثدي 3- لمدة عشر دقائق في تقليل الألم يمكن أيضا أن يقلل التناوب بين الكندات الدافئة والباردة من التورم بالإضافة إلى ذلك يجب أن ترتدي النساء حمالات صدر 4- مريحة وملائمة 5- وتناول حبوب معدلة للهرمونات لأنها يمكن أن تساعد في منع النازيف المفرد 3- أوراق الملفوث يمكن استخدام أوراق الملفوف كطريقة لعلاج آلام الثدي أثناء الدورة الشهرية يجب وضع الأوراق في الثلاجة لمدة نصف ساعة قبل الاستخدام ثم لفها بقطعة قماش ووضعها على الثدي لمدة ثلاثين دقيقة هذا العلاج الطبيعي يساعد في تقليل آلام الصدر الناتجة عن الدورة الشهرية وكذلك تقليل التورم واحتقان الثدي الذي قد يكون بسبب الرضاعة القبيعية أتمنى أن تكون قد وجدت هذا الفيديو مفيداً في فهم آلام الثدي وعلاجها شكراً لمشاهدتك